مخفيون قسرا ما يزيد على الخمس سنوات بعيدون عن أهاليهم لا تهم واضحة وجهت لهم حتى لان وحيدون بلا نصير محلي أو إقليمي ذنبهم الوحيد مهنتهم فأن تكون صحفيا في زمن الميليشيات لا مصير لك سوى السجن فقدان العمل أو الموت تعذيبا قهرا أو جوعا وفق بيان حديث لمنظمة صدى الإعلامية فإن وضع الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي بالغ المأساة تدهور مريع في نظر حارث حميد انزلاق مخيف في عمود عبدالخالق عمران خطر يتهدد قلب عصام بلغيث وأمراض مزمنة تترصد هشام طرموم هشام اليوسفي وصلاح القاعد وتوفيق المنصوري تؤكد المنظمة بأن ميليشيا الحوثي تمنع الصحفيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والدوائي والغذاء في ظل الاستمرار في تعذيبهم نفسيا وجسديا رغم وضعهم الصحي البالغ الخطورة بعد انقلابها في سبتمبر 2014 لم تكتفي ميليشيا الحوثي بسيطرة على مؤسسات الإعلام الرسمية وإغلاق المؤسسات الأخرى بل اتجهت بداية 2015 بقمع الصحفيين حيث اختطفت 12 صحفيا لا يزالون حتى اللحظة رهين الاختفاء والحرمان من العلاج والزيارة في التاسع عشر من أبريل الماضي اتهمت منظمة العفو الحوثيين بتجريد الصحفيين من ملابسهم وضربهم بشكل مولم وأوردت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير سابق معلومات عن تعرضهم للتجويع بهدف الإدلاء باعترافات قسرية مصورة وضع مجهول ومستقبل غامض يحيط بالصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي محاكمات صورية وتهم كيدية وشبح إعدام يلاحقهم كل يوم فضلا عن أن الحوثي يستخدمهم كورقة سياسية في مفاوضات عبثية